اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والنجاح والتقدير يكفي ان نذكر اسمه حاتم العراقي لنجزم انه ملك المواويل اللي ما ينافسه فيها احد كيف ولو في صوته شجن عمره لا يقل عن الف عام فياها لو سهلا بابو احمد واسعد وعدي وقصي ها لو سهلا مساء الخير فناننا حاتم العراقي مساء الورد مساء الانوار عليكم على كل مستمعيننا ومشاهديننا وان شاء الله يا رب نكون اتحسن ظن جمهورنا اللي جاي يشوفنا وجاي يسمع صوتنا من خلال برنامجكم المميز ومن خلالك يا خالد انت المميز دائما الاعلام اللي احبه دائما بالقلب وبالروح انت الله يسلمك يا حبيبي اول شي شاكري لك تتلبية هذه الدعوة يعني كان من مفترض ان يكون لقائنا مرئي ولكن اليوم طلعنا المتابعين بالصوت ولان جمهورك يعني كان وده يشوفك ولكن عرفنا انك مسوي عملية الحمدل على سلامتك وما تشوف شر الله يسلمك حبيبي ان شاء الله جمهورنا رح يكون رح نكون دائما وي جمهورنا وجه اللي وجه من خلال حفلاتنا من خلال امسياتنا من خلال لقاءاتنا وهنا دائما نكون دائما نعتحسن ضن جمهورنا اللي دائما مساندنا ودائما نواقف بيانا ان شاء الله بإذن الله بدنا اطمننا عنك اليوم كيف نورك بعد الحمدلله الحمدلله انا معاكم وان شاء الله يا رب نكون تكون حلقة مميزة اليوم وبوجود هذا الجمهور اللي جايس معنا نكون مميزين من خلال لأنهم دائما مميزين بإذن الله شكرا لك مرة ثانية على التزامك ووفائك وهذا سر نجاحك يا أبو بلعك يسأني ابن روتانا وروتانا حبايبي وأهلي وناسي وهذا بيتي الثاني اللي هي روتانا اللي ملتزمتني ودائماً مساندتني ودائماً وأخبويهاي وإن شاء الله دائماً أكون عند حسن ظنهم أقدم منهم الأشياء الجميلة اللي تليغ بالفن العربي والعراقي إن شاء الله بإذن الله بدايةً دائماً نسأل ضيوفنا في أول سؤال في الحلقة كيف ممكن ضيفنا يختصره ويقدم نفسه بكلمة واحدة وبشي مختصر اليوم فنان حاتم العراقي من خلال فودكاستر أو تاني وشلون حاب يقدم نفسه؟ أقول أنا دائماً جمهوري اللي أكتب لهم دائماً من البوستات ومن الأمور دائماً أقولهم أنا أحبكم أنا كلمة أحبكم هي هاي تسوى الدنيا كلها عندي كلمة أحبكم هم جمهوري وناسي وحبايبي دائماً أقولهم أنا أحبكم وأنا بلاياكم أنا لا شيء يعني أنا بدونكم بلا شيء يعني حلو جميل جميل دائماً محبة هذه إن شاء الله فنان حاتم العراقي أنت مطرب مؤثر على الكثير من الناس كيف باختصار كيف بنيت وصنعت نفسك بنفسك وش اللي ما تنساه من الماضي الجميل؟ طبعاً هي الموهبة بالبداية وما أنسى الصعوبات الصعوبات اللي بدأينا بيها بالبداية يعني كانت صعوبات كبيرة يعني كان الفنان منريد يحقق شيء في كثير من الصعوبات صعبة تلقى مثل الشاعر صعبة تلقى الملحن صعبة تلقى الموزع فكانت صعوبات كثيرة مو مثل هذا الجيد اللي موجود يعني حالياً يعني كل الأمور مسهلة ما كان سوشال ميديا كانت صعبة كيف توصل الأغنية كيف توصلها للتلفزيون وقبل عندنا فيه قبل كان عندنا لجان لجان مختصة في الأغنية كانت هاي اللجان اللجان هاي كانت يعني الكلام اللحن الأداء كان المطرب لازم يكون هو يعني ناجح من خلال امتحان مميز بالإذاعة والتلفزيون فكانت صعوبات كبيرة عندنا فالحمد الله قدرنا نوصل لجمهورنا قدرنا نعمل أغاني جميلة قدرنا نعمل مواويل جميلة فالحمد الله يعني هذا الشي اللي وصلنا لليوم شي كبير من خلال جمهورنا ومن خلال ناسنا والحمد الله والشكر نقول دائماً الحمد الله استاهل انت طبعاً أكيد انت اليوم في ناحات مراقي كونك أكبر أخوانك هل يعني تحملت المسؤولية من وقت مبكر؟ طبعاً طبعاً المسؤولية كبيرة علي يعني انت عرف انت دائماً ابن البكر هو اللي يتحمل يعني رغم أبوي يعني ما كانوا مخدينهم يعني محتاجين شي هو يعني قائد العائلة الكبيرة وهو الوالد والوالدة بس من بعده أنا قدت هاي العائلة يعني بمساندة الوالد يعني فالحمد الله قدرت أسند أخواني أسند أخواتي والحمد الله قدرنا نعمل عائلة كبيرة وبعتها صارت مسؤولية بعد أكبر من الزوجة والأخوان والزوجة والخوات ونقول دائماً الحمد لله أنا دائماً أقول الحمد لله ونقول الحمد لله يعني الدنيا تنفتح بوجهي وأقدر أسانتهم وأقدر يعني أنا دائماً أقول أسانتهم ما أقول أساعتهم أسانتهم لأن هم أخوتي وهم أخوة يعني أخواتي يعني احنا في فقرتنا الأولى هذه هي عن شخصية وحياة حاتم العراقي فذكرت في المقدمة أنا أنك أبو أحمد وسعد وعدي قصي أنت اليوم عندك ما شاء الله بنت وأربعة أولاد الله يحفظهم يخليهم لك وش نصيحتك لهم في الحياة وعلى وش ربيتهم ونبي أغنية لهم استاهلون أنا ربيتهم دائماً على البساطة ربيتهم دائماً عن واحد يساند الثاني يعني واحد التكاتف أحس التكاتف هو حلو يعني بين الأخوة يعني الأخو اللي حسه ضعيف الأخ الثاني يسانده يعني البساطة حب الناس مثل ما علمتنا الوالدة حب الناس والتواضع هذا أهم شيء الإنسان من يتواضع يكون هو يكون هو جميل جميل للناس فدائماً البساطة دائماً أقولهم البساطة والتواضع هذا السر نجاحكم فالحمد الله يعني الأولاد الحمد الله والشكر أحمد وأسعد وقصاوي دائماً هم يسمون أبو قصي بس أنا ابن البكر هو أحمد يعني أحمد اللي فتحت عيني وشفت حمودي والحمد الله والشكر أم أحمد تعبته إياي وربتهم أحلى تربية لأن تعرف إحنا من خلال انشغالاتنا ومن خلال حفلاتنا وسفراتنا فتبقى هي الأم هي السند لأولادها يعني من أكثر واحد من الأبناء يشبهك في أطباعك؟ في أطباعي قصي 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 يعني قصي لدخل المجال قصي دخل دخل المجال وقصي أحسه يعني امتداد إلى حاتم العراق يعني هم الشباب كلما صوتهم حلوة يعني أحمد وهي بس ما لهم بالفن يعني الفن يراد إنسان يعني يحبه يراد إنسان يدرس بي سبيل يكون فنان في قصي يدرس كان أودك أنهم يكونون كلهم داخلين المجال نعم كلهم وكلهم آني هم كل واحد يعني خليته هو براحته يعني يكون الميني ألبوم اللي قدمتها مؤخرا بعنوان يا هوى ناني النجاح ما شاء الله أنت عجبتك خطة طرح الأغاني اللي دائم الحين منتشرة عند الفنانين وبالتحديد برضو عند فنانين راتانة اللي تنزل الأغاني على التوالي وبطريقة المتاجر الإلكترونية هل عجبتك هذه الفكرة ولا أنك لسه من أن صار جيل الألبومات لا لا مونتك يعني يعني هذا صار يعني زمن السرعة وزمن يعني السوشال ميديا يعني اليوم ينزل الألبوم بكرة جمهور يصل شو 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 أكو جديد يعني هو اليوم نزل الألبوم فأني قمت يعني أعمل يعني عملت عملت فكرة يعني كل أسبوع أو أسبوعين أنزل أغنية أو يعني حتى حتى الناس تستمع أكثر حتى الناس يعني تستانس بها أكثر تستمتع بها أكثر في مواويل في أغاني حتى الناس يعني ما تمل الألبوم بسرعان يعني فعملنا يعني بين سوعة وسبوعين أو ثلاثة أسابيع مرة شهر نزل نزل أغنية حسب حسب الأغنية يعني نشوف الأغنية عدتها مشاهدات كبيرة فنأجل الأغنية اللي بعتها مثلا يعني فهذه هذه الفكرة اللي كانت يعني فكرة جميلة وإحنا بيننا وبين الشباب اللي ويا يعني من خلال الاستوديو الشباب هيثم أو نور أو عمار أو الشباب اللي ويا يعني نشوف الأغنية شو صدى وين وصلت وين راحت فالأغنية اللي تأخذ مجال أكبر وأكثر بالمشاهدات شويا نطول يالا ننزل الأغنية اللي بعتها حتى تكون لها مشاهدات وتكون لها مستمعين أكثر وأكثر طيب اليوم تقول أنت الجمهوري سألش الجديد أنا برضو بسأل وش الجديد هل راح فيكون جديد خريبا وهل راح تسوي ألبوم هل راح يعني يقدم ألبوم في مواويل فقط لا راح إن شاء الله أنا أنا عامل مواويل يعني مجهز المواويل خمس مواويل بس راح يكون مني ألبوم يعني جديد راح يكون معه روتانة خمس أغاني وموال أيضا راح يكون قريبا إن شاء الله إلى جمهورنا وإلى أناسنا إن شاء الله وعامل هاي فكرة فكرة المواويل يعني إن شاء الله أربع مواويل أو خمس مواويل يعني جمهور متعود عليه بالمواويل دائما يحب يسمع مني الموال دائما يحب أني يسمع أفكار جديدة بالموال وأنا دائما الموال أعملها بأشياء حديثة يعني من خلال مرات أعمل الموال يعني من خلال توزيعه أو من خلال الموسيقى فدائما أجملة يعني دائما أحدثة فخلي الموال يعني الناس متمن الموال مثل ما الموال قبل يعني فإن شاء الله يعني الموسيقى الموسيقى بيها بيها حداثة دائما فنعمل الحداثة دائما بالموسيقى من خلال الأغاني ومن خلال الموال أيضا حتى ما تخلي الأشياء مملة يعني دائم دائم مواويلك فيها أو دائم مواويلك حزينة يعني ليش وأنت سبق وذكرت الفنان مروان خوري حبنا في حزن وفرحنا في حزن ليش برأيك ان الحزن هذا موجود دائما في عمالك لو لا الحزن ما نبدأ هذا الحزن بدمنا حتى والدتنا قبل أول ما ينودد المولود تغني له الوالدة دلللو تغني له بحزن حتى من تهيز كاروكا تغني له بحزن فهذا الحزن راضعيه من المهد فتحس بنا هذا هواي أمور مرت بنا هواي أحزان مرت بنا فتحس الحزن مزروع بنا حتى من نفرح نفرح بدمعة تحس دموعنا تجري هذا الشي اللي يميز الحزن العراقي والفن العراقي دائما فالحزن موجود ما نقدر نتخلص منه ما نقدر هذا بالدم مزروع وعدت ببيديو مع الفنان وليد توفيق أو أنك تغني له لحن أعتقد أنجزت أنجزت له سابقا ما صار هذا الشيء لحد الحين حتى أنه يعني الفنان وديو التوفيق وليد توفيق أفوان كان ضيفنا في بودكاستر الثاني وسألنا عن هذا الموضوع وشتر وليد من الفنانين الكبار اللي أنا أحبهم وعسهم ودائما نلتقي يعني لقاءات خاصة عند أصدقاني أو أماكن عامة وليد من الناس اللي أنا أتشرف أن أكون ويا من خلال من خلال ديو يعني فإن شاء الله هذا الديو قائم وإن شاء الله رح يكون قريبا إن شاء الله ديو من الفن وليد توفيق من الفنانين الكبار وأني أحب أحب لأنه هو إنسان أحب أكثر ما هو فنان أحب أحب لقاء من ألتقي به أحب مني يشوفني أحس عيونه فرحانة فهذا الإنسان هذا الفنان الكبير أحس بي روح روح الفن الحقيقية اللي كانت قبل هو ديو من ألحانك؟ هو ديو لا من ألحانة هو من ألحانة هو من ألحانة ما أدني نقدر نسمع منه شيء أو تفاصيل شيء بس يعني يعني خليها مفاجئة أحلى وأحلى إن شاء الله حلو قريبا يلا هذي أكدنا أكدنا موضوع الديو لا إن شاء الله مية بالمية طيب يعني فناننا حاتم عراقي أنت واحد من نجوم روتانا ودنا نأخذ انطباعك عن الحدث الفني اللي صار أمس وحدث فني فريد وهو يعتبر من أكبر أو من أكبر اتفاقيات وصفقات الفنية اللي صارت في الشرق الأوسط بحضور معايا مستشارة تركال الشيخ روتانا تستحوذ على كامل محتوى فنان العرب محمد عبدو تم توقيعها بين أستاذ سالم الهندي وفنان العرب محمد عبدو وش انطباعك عن هذه الصفقة وش رايك باللي قاعد يحصل بمثل بمثل هذا احتواء الأرث الفني محمد عبدو من الفنانين الكبار من الفنانين اللي أنا أكون لهم كل الحب وكل الاحترام وهو ابن روتانا هو ابن السعودية هو ابن هيئة الترفي هو دائما يرفه العالم دائما هو يكون مساند إلى روتانا مساند إلى هيئة الترفي فأنا سعيد جدا يعني 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 جدا فرحت بهذا الموضوع الكبير دائما محمد محمد عبدو هو يعني الشرد يقول عنه هو كبير بكل شي يعني فأنا أتمنى للموفقية وأتمنى للروتانا وأتمنى لهئة الترفي بإدارة يعني المستشار تركي آله الشيخ وسالم سالم الهندي هم معرفوا بهذا الموضوع وهم إن شاء الله أتمنى لهم الموفقية والنجاح إلى سيد محمد عبدو ولا روتانا ولا هيئة الترفي لأنهم يعرفوا وين 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 يكون الفنان الفنان الحقيقي فأتمنى لهم الموفقية إن شاء الله إحنا وصلنا نهاية الفقرة الأولى أبو أحمد ودك نختم الحين بهذه الفقرة بأغنية ولا نخليها بعد الفاصل خليها بعد الفاصل نبدأ بأغنية يالله جميل خلوكم معنا استأذنك واستأذن المتابعين بفاصل يصير إن شاء الله خلوكم معنا وراجئين الله يسلامك حبيبي يا هلا وسهلا فيكم من جديد نجدد تحية وترحيب لكل من أنظم لنا في هذه الحلقة واللي نجمها الفنان حاتم إعراقي في بودكاست روتاني مساء الخير عليكم من جديد أبو أحمد مساء ورد نبدأ هالفقرة بأغنية نبدأ بموال وأغنية يالله رح نسويكم تسمعوننا زين سامعينك جدا جميل موسيقى 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 أحبك لو يقطعوني أحبك موت وزيادة موسيقى 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 وعشقك عشق بغدادي يذوب بعشق بغدادة وسمعك كلمة أحبيب ولك عين ولك دار أول ما عرفت الحب باسمك هالقلب ناد وشوفك عيد من تقبل عساك أنت من عواد وحط حبك بنص قلبي عن عيون حساد وغطيك برمش عيني وصير راسك وساد شعلوما وين الحلو من يوم امتعبني لحار مني نوم تعيني وهو بسبع نوم شعلوما وين الحلو من يوم امتعبني لحار مني نوم تعيني وهو بسبع نوم مش تقل أموداري مش تعلبي حب ناري سهران أنا مخليني حير وعد تنجوم شعلومة وين الحلوم من يومها تعبني لحارمني حلومة حيني هو بسابع نوم الله 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 يزلم الصوت يا أبو أحمد هذه من لغاني اللي حققت انتشار قوي جدا توقعتها النجاح طبعا أول ما قام بألحان الفنان وليد الشامي وحامد الغرباء والشاعر وتوزيع وديت فايد أغنية جميلة أغنية حققت نجاح كبير الحمد لله نجاح نجاح أكثر ما متوقعين طيب في هذه الفقرة فقرتنا الثانية فنان نحن العراقي رح نلعب يعني نقدر نقول نلعب لعبة يعني رح نسألك أسئلتنا رح تتكون عن أول وآخر وأجمل وأكثر فتحملنا شوي لكن أسئلة خفيفة الفضل الأول في تنمية موهبتك الوالدة الوالد أخوك المطرب أو أنت والله أنا وبعض الأصدقاء يعني أصدقاء اللي كانوا بمنطقتي يعني دائما هم دائما كانوا مسان ديني يعني دائما واكفين وياي يعني من خلال عدنا شعراء من خلال منطقتنا عدنا ملحنين من خلال منطقتنا القديمة هم دائما كانوا مساندين إلي وكفوا وياي يعني تذكر متى أول أو إيش أول سيارة اشتريتها في أي عام أول سيارة اشتريتها كانت سيارة برازيلي واللون أزرق أوكي كانت بسنة بالله أي سنة كانت هذه يمكن بالثمانة وثمانين طيب آخر أغنية سجلتها وما سمعناها لحد الحين جمهورك ما سمعها والله إن شاء الله راح يسمعون أغنية أجمل من الجميلات يعني من خلال مني ألبوم روتانا هاي اللي كبير شي تكلمنا عنه طيب تذكر متى أول جائزة حصلت عليها وعلى أي عمل ما كان ما كان عمل كان أول جائزة حصلت عليها قبل الفن قبل الفن أنا كنت كنت أداوم بمكان أو شركة فصار عندي مولودي أحمد أنا ما كنت تعرف شو هو الموضوع فكانهم حضرين لي يعني جائزة يعني بمناسبة المولود الجديد فهي هاي الجائزة كانت أول جائزة إليه يعني مو من خلال الفن أو من خلال الفن كانت أول جائزة إليه بمهرجان بابل الدولي اللي هو أول مشاركة بيه حصلت أول جائزة هناك في هذا المهرجان أكثر حفل أو أجمل حفل ما تنسى بحياتك هوين كان؟ كان فيه مهرجان بابل اللي هو هذا الأول حفل ثاني 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 حفل كان ثاني مشاركة هذا ما عنسى بحياتي مع احترام المهرجانات الأخرى كان الحفل هذا مميز جدا 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 من خلال الجمهور من خلال الناس من خلال الفرقة اللي وياي من خلال الأغاني اللي أديناها صارت صارت عندي مجموعة من الأغاني تتعرف يعني أول أول مهرجان ما كانت عندي أغاني يعني إلي خاصة بي كثيرة يعني في المهرجان الثاني عملت ألبوم فهذا الألبوم كان ناجح فقدمت من خلال المهرجان وكان صدى واسع لهذا المهرجان لمست نجاحة عند جمهور رأيه يعني أتذكر هاي اللحظة أول ما صعدت المسرح يعني نزلت وقبلت المسرح لأن أحس هو هذا انطلاقي من هذا المهرجان العربي الكبير مهرجان بابل مهرجان دول يعني أول أول أجر تقاضيته وش سويت فيه؟ أول أجر والله ما أتذكر ما أتذكر أي أسئلة يحبونها ليحبونها الجمهور ما أتذكر ما أتذكر والله لو أتذكر كان قلت يعني ما أتذكر أول أجر اليوم 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 من خلال بودكاستر وتاني اليوم مين من الأصدقاء اللي اللي مشتاقلوا هم والهان عليهم تفتقدهم والله كثير كثير أصدقائي يعني كثير أصدقاء اللي اللي فقدتهم اللي هم يعني راحوا من هاي الحياة يعني الله يعني يعني افتقدت أصدقائي يعني أخوتي الوالدة يعني افتقدت أصدقائي دولة الناس اللي اللي موجودة أنا دائما على على تواصلوا إياهم يعني مو ما ما فاقتهم يعني دائما يتصل بيهم يتصلون بيه بس اللي يروحون عن هاي الحياة دائما تتشتاقلهم وفي بعض الأحيان يقول لك الأيام والهاية تنسي بالعكس أنا حس الأيام اللي تمر علينا تخليك أنت تشتاق أكثر وأكثر للناس اللي تبتقتهم من هاي الحياة فأنا أتمنى المطرقين للناس جميعا والله يرحموا اللي راحة واللي موجودين دائما بالقلب وبالروح إن شاء الله بالمناسبة على طار الأصدقاء فيه فيه مطربين عراقيين كانوا يغنون في نفس الفترة اللي انطلق فيها حاتم عراقي مثل مهند محسن ورضا العبدالله هل ما زلتم تتواصلون وهل البزنس أخذهم من الفن والغناء تعتقد لا بالعكس يعني هم الفنانين موجودين دائما يقدمون يعني مهند أو رضا العبدالله أو هيتم يوسف أو قاسم السلطان موجودين للشباب بس ما أعرف بعض الأحيان اختيارات أو بعض الأحيان هم ما مغبين على العمل العمل الفني هم دائما يقدمون بس ما أعرف مرات الحظ مرات الأغنية أو تكون مم يعني مم لهذا الجيل الآن هي تشحس يعني هم فنانين كبار فنانين لهم أسماهم حلوة يعني مهند من الأسماء الجميلة اللي أنا أحتز بيه ودائما أحترمه وأحبه وأيضا رضا العبدالله أيضا حيثم قاسم أكيد نجولهم تحية أكيد طبعا فيهم خير وبرك وبديننا سوية بس يعني كل واحد وظروفه أتمنى الموضطة لجميع إن شاء الله أنا على طريق الاختيارات وش الأغنية اللي آآ تمنيتها لك ولكن راحت لغيرك أنا الأغنية اللي الاختيار أنا دائما أكد على الاختيار حتى ببرنامج برنامج عراق آيدل دائما حتى المشتركين دائما أقولهم الاختيار الاختيار دائما تحسه لو يصعد الفنان لو ينزل الفنان فيه أصوات عدنا كثيرة فيه فنانين كبار يعني انتهوا يعني من خلال الاختيار 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 مهم جدا الاختيار خطير جدا فكثير من المطربين انتهوا من خلال الاختيار فاختيارنا الأغنية هو مهم جدا يعني دائما أبو أحمد مين الفنان اللي دائما كل ما قابلت تحس بمشاعره يعني مشاعر الحب هي هي ما تغيرت بالنسبة لك يعني تدري أنه دائما يحبك يعني وتوجه هذا عندي وعد جنبي يقول لي آني آني والله دائما لأنني يعني يعني هم يحسون حاتم يحبهم فأحس كتير ما رد أظلم حد وأخلي حد دائما هم بنيشوفون أنا دائما مبتهج دائما أحب الناس أحب الخير لكل الناس أحبهم كلهم وهم أم يحبوني فما أعرف أنا اللي بداخلي أحبهم وأحس هذا الحب متبادل يعني من خلالي ومن خلالهم يعني دبلوماسي أبو أحمد دبلوماسي طيب نروح موسيقيا أحس الحب بقلبي نفس ما هم يعني موسيقيا من أكثر واحد تثق فيه تثق برايا موسيقيا وتعرف أنه ما يغشك هيتم سعدون جالس عندي هيتم وغير وغير عمار العاني نور هاشم في كثير من شباب أرشد في كثير من شباب يعني دائما أسألهم دائما يعني حتى الأغن اللي يريد نختارها أبعث لهم يسمعوها فالشباب مميزين ودائما بدنا من البداية يعني يعني شون مو بدنا يعني نقوله من الصفر بس بدنا بدنا نسوى يعني من أول درج يعني أول أكثر واحد طيب ينتقدك وتعرف أنه ينتقدك يعني لمصلحتك قصي قصي الأبن طيب يلا نقول آخر مرة لعبت فيها ورق مع الشاعر فائق حسن ومين فاز يعني لا لعبنا دومنا أنا ومو ورق أي هاي من غشك يعني يعني أنت عارف لا بس هو دائما نختب الفقرة فيها يلا مين فاز آخر مرة فاقي يغلب لأنه يلعب مقابيل عادل مختار وعاد المختار يعني من نوع اللي يحسب يحسب كويس فيعني مرة هم يغلبون مرة نحن نغلبهم بس مني حسون هم أكو فريق ثاني مني حس نفس يريد يقصر ينزلني آني فنغلبهم يعني طيب أنا أستاذ نكبو أحمد نحن في هذه الفقرة الثانية نحن نغلب أستاذ متابعين فاصل قصير وراجعين إن شاء الله من دول قلبك حبيب مرحبا طيبة ما ألاقي أبد مثل قلبه وطيبة مصيبة يا حزن يا جمال مصيبة ما عاتب ولا قول بدني شفساء من البداية وياك متحضر أمضى تعبالي على الغال ونمتان ترى قطع بي ولا جاني روح محيرة كالو صعب نروح طب أنساها انسا كالو تسهل طعم وعسل محلى محلى يا هلو سهلة فيكم من جديد نجدد التحية وترحيب لكل من انضم لنا في حلقتنا اليوم ونجمها الفنان حاتم عراقي في فنكاس من ثاني وساء الخير من جميع من جديد مساء الورد مساء الورد ها نبدأ نبدأ نغني ولا نبدأ الفقرة كيف نبدأ أبدأ أبدأ وبالوسط نغني يلا طيب أنا بسألك عن عراق آيدل هل راح نشوفك في النسخة القادمة ولا ما راح نشوف في نسخة جديدة والله هي لو في نسخة جديدة كان يعني كان تبلغنا عن نسخة جديدة بس يمكن ما في نسخة جديدة يعني هم كانوا يحضرون يعني من بداية شهر التاسع أو الثامن لو في نسخة بس إن شاء الله إحنا نتمنى في نسخة جديدة حتى تطلع عندنا أصوات جديدة ونكون إحنا دائما مساندين إلهم واختين وياهم لهذه الأصوات لأن العراق دائما نولاد بالأصوات الحلوة بالأصوات الجميلة وإن شاء الله يا ربي إذا أكو نسخة جديدة نكون إحنا وياهم إن شاء الله بابو أحمد فنان نحاتم بعض علق على هذا البرنامج أن زملائك في اللجنة سيف نبيل ورحمة رياض نجوهم لتحية أنه ما هم بخبرتك فأنتو كيف انسجمتوا في هذا البرنامج؟ بالعكس الشباب هم يعني بالنسبة للفنان الرحمة أو الفنان سيف نبيل يعني أنطوا اللي عدتهم من خلال خبرتهم اللي موجودة وآني انطيت اللي من خلال هاي الخبرة الكبيرة اللي هي ثلاثين سنة أو أكثر يعني ما حرص يعني ما حرصت على شيء ما أعطيته لكل المشتركين المشتركين هم ما حسب نفس أولادي نفس قصي فدائما حتى باللايف أنا أنطيهم النصائح باللايف حتى الجمهور يعرف أنا دائما أنطي النصائح حتى ذا يكونوا هم دائما يعني متضايقين أنا دائما أقول له أنا راح أنطيك النصيح أنت راح تضايق السعال على الهواء بس من راح ترجع مرة ثانية وتشوف الإعادة راح ترتاح لأن أنا منطيك نصيحة هاي النصيحة راح تفيدك من خلال مسيرتك الفنية الشباب اللي وياي موجودين أنطوا نصائح حلوة البرنامج كان جميل الناس حبت البرنامج فالحمد لله برنامج جميل برنامج مميز من خلال الأصوات الشابة اللي رحمة وسيف نصائحهم كانت حلوة نصائحهم كانت مميزة ومن خلال الخبر اللي أمتلكها أنا انطيت نصائح كثيرة فالحمد لله المشتركين أخذوا بهذه النصائح إذا مني وإذا من رحمة وإذا من سيف واختدوا بها فإن شاء الله إحنا قدمنا شي جميل يلق بينا ويلق بالفن العراقي إحنا عملنا برنامج جميل جميل جدا الناس حبتوا لأول مرة ينعمل هيش برنامج بالعراق مشكورة أم بي سي فدائما نقولهم أنتم مونقوا المتفضلين بس مشكورين على هذا البرنامج اللي قدمنا وخرجنا أصوات حلوة تليق بالفن العراقي اليوم الوضع الفني وش تشوفه كمراقب هل تشوف حاليا الفن في أو إلى الفين اثنين وعشرين ومتاز جيد تحت الصفر ليش الفن بشكل عام في العالم العربي لا بالعكس الفن جميل أنت بسط هاي السوشال ميديا بسط الحياة بسط التقدم بسط الكثير من المجالات يعني لازم الفنانين يقدمون ولو ما كانوا لهم جمهورهم ولهم ناسهم ما كانوا الناس سمعتهم ما كانوا وصلوا لهذه الأماكن فالحمد ما الفن جميل بس أنا اللي أرجوه من بعض الفنانين بأن يختاروا الكلمة بأن يختاروا اللحن بأن يحافظوا على الأغنية اللي هي امتداد إلى بلتهم يعني هذا كان مصر وذا كان الخليج وذا كان العراق يعني لازم يحافظون على الأغنية وامتداد الأغنية لأن الفنانين اللي قبلهم تعبوا على الأغنية ووصلوها إلى مراحل مميزة ومراحل جميلة فاللي أترجى منهم بأن يخلوهم دائما الأغنية أغنية بلتهم دائما بين عيونهم ودائما المميزة فأنا أتمنى الموفقية لجميع وإن شاء الله رب يكونون أدعسهم من جمهورهم وناسهم اللي جاي يسمعوهم جاي يقدموهم هاي الأشياء اليوم الفنان حاتم العراقي لحن الكثير مثل صابر الرباعي رحمة رياض شادة حسوم فايز السعيد أكثر أكثر فنان استمتعت بالتلحين له وليش؟ هم كلهم مميزين يعني هم كلهم حابين الأغنية العراقية حابين اللحن العراقي هم أخذوا الأغنية من عندي لأن الأغنية حاب بها والله كلهم جيدين الفنان أنا حس مثل الفنان اللي عنده صوت جميل يعني يؤدي كل المقامات يؤدي كل الإيقاعات يؤدي كل الأغاني فماكوا صعوبة عليهم يعني لحن نوال الزغبي لحن الأيمن زبيب يعني الكثير من الفناني بس أكوا أغاني اثنين للفنان صابر الرباعي لحد الآن ما نزلت صارها أكثر من خمس سنين ما أعرف أوف ليه؟ ما أعرف ليه يعني كمننا الأغاني وأغاني جميلة وأغاني بيها لحن وبها توزيع وبها يعني شعر بس لحد الآن ما نزلت ما أعرف شو الظروف إن شاء الله يا رب إحنا وعدنا جمهورنا ودائما نقول لجمهورنا عدنا أغاني مع صابر فنان صابر فنان كبير يعني فما أعرف ظروف الأغاني وين راحت يعني التلحين مجال يعني مجال أو عالم ثاني يعني أكثر أكثر لحن بشكل عام غير الفنانية أنت أنت استمتعت أنك لحنت لحنتها يعني أو سويت صنعت هذا اللحن أنا صنعت هذا اللحن لحنت أنا وقصيديو يعني عملنا أنا وقصيديو حسيت هذا اللحن مميز فمن قلت القصي أول ما سمعه قال لي خلاص بنسجل فالحمد الله كان لحن مميز كان بكلام كان بأداء كان يعني تواضع يعني بينه وبين قصي كان أكو أكو حب يعني يعني حسيت قصي حتى أداء كان مميز بكلش كلش مميز فالحمد الله يعني لحن كان مميز وكلام لحن أداء توزيع حتى الإخراج يعني الموسيقي فالحمد الله عملنا أشياء جميلة نسمع شيء أنا 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 شخصيا ودي أسمع دكتوري دكتوري مع اللحن والله واني محضرها أحب همس الشفائب باخر الليل وحب لهفة عيونك من تجيني إذا لاقيك حيل السلطن الروح ولا ترمش أبا الصدق نعيب أنا من أول أصباي وبيك مجنون يواغز دنيت وضحكة سنين يا حبك واختلف عن اللي يحبوك بغيابك أبتل بالوب ونيني أعوف النوم واففر لك بالدموع إذا صار الزعل بينك وبيني حنيني لشوفتك يمدلل شلون محنت والده وأكثر حنيني دكتوري وديكتوري ما للعين قل لي خبر موزي أعمى بدونك لوف راقك يظل يومي يلل هوب لي كيخنقني من نشتاك قلبك عجيب أنطاك قلبك عجيب اليحب ما يقسب حبيب اليحب شوق يجيب فراقك علي مصيبة ما أدري جتني منين اليحب ما يقسب حبيب اليحب شوق يجيب فراقك علي مصيبة ما أدري جتني منين وديكتوري ما للعين قل لي خبر موزين أعمى بدونك لو فراقك يضل يومك يلي الهوى بليا كي يخنقني من نشتاء قلبك عجيب أنطا تنسى غرام سنين الله الله هذه واحدة من الأغاني اللي أعتقد موجودة في كل حفلة وإنت أنا سمعتك بالشي عندك حفلات جماهيرية قادمة في كذا دولة إن شاء الله راح تكون يوم 25 12 راح نكون في أربيل في العراق في كردستان وراح تكون رأس السنة إن شاء الله في الرياض وفي شهر الثالث راح نكون بإستراليا ويمكن شهر الثاني أو الرابع راح نكون في أميركا إن شاء الله أكثر جمهور يعني غير الجمهور العراقي اللي يتفاعل معاك ويعتبرك ويعتبرك نجمك النجم المحبوب يعني والله أنا من خلال حفلتي الأخيرة في الرياض في الليلة العراقية اللي عملناها في الرياض كانت ليلة عراقية مميزة فيها جمهور كبير الحمد لله يعني شفت هناك الجمهور كان أكثر وأكثر وأكثر هناك إن شاء الله جميل جميل يعني إحنا وصلنا إلى ختام الحلقة وأنا سعت جدا صراحة في دول قلبك حاسم العراق يا أبو أحمد كلمة أخيرة لك حابة توجهها لجمهورك أودك تختم بأغنية أودك تختم شعر موال اللي أودك أنا أشكرك يا خالد وأشكر كل الأخوان اللي وياي اللي يخلونا نكون مع جمهورنا ومع حبايبنا شكراً لكل جمهورنا اللي بالسعودية وكل وطننا العربي وإن شاء الله دالما نكون حسن ظنهم ونقدمهم بالأشياء اللي تليق بيهم شكراً لك شكراً لك كبير أسعدتنا في هذه الحلقة شكر موصول للجمهور اللي استمع لنا عبر كافة منصات روتانا ميوزيك وأيضاً شكر برضو لطريق روتانا ميوزيك سوشيال تطبيق فان بوكس أشكر هيتم ساعدوني بالكمان اليوم رافقني بالكمان ونور هاشم بالكيبورد وأشكر روتانا وستاف روتانا اللي يكونوا إيانا وإن شاء الله يا رب دائما نكون حسن ظن جمهورنا وهي بوساتي إلى جمهورنا إن شاء الله الله يسعدك سلمك شكراً لكم جميعاً إن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله بإمان الله إن شاء الله مع السلامة شكراً لكم شكراً لكم